مرحبا شلونكم الفيديو اليوم عن 3 idioms related to scar, fur and blood ثلاثة امثال شعبية لها علاقة بالدم والخوف والرعب وذلك لانه احنا جدا قريبين من الهولوين فاختارت هذه الامثال اختارت ثلاثة امثال تشبه امثالنا العربية وهي مألوفة عندنا جدا فخلي نشوف شوني هاي الامثال وشوني قابلها باللغة العربية let's get started 3 scary and advanced idiomatic expressions over my dead body make my blood boil and stab someone in the back stab someone in the back رح ناخذ مثال مثال يعني idiom idiom ونطئ مثل عليها وشنو معناها over my dead body معناها بالضبط بالضبط هذه الكلام نستخدمها نقول على جثتي يعني اذا حدث هذا الشيء على جثتي يعني ما اسمح انه يحدث هذا الشيء ما اسمح لهذا الشيء يعني ما اسمح لك انه تستخدم سيارتي على جثتي يعني ما اسمح لك انه تستخدم سيارتي over my dead body are you inviting her to my party today يعني على جثتي اذا هي تعزمها الى الحفلة الحفلتي يعني اليوم فما اسمح انه هذا الشخص يجي للحفلة اليوم make my blood boil boil يعني غليان وblood يعني دم فmake my blood boil يعني يغلي دمي يعني بمعنى احنا نقول يفور دمي او يفور دمي يعني يفور دمي شنو او يغلي دمي يعني من الغضب فهذا يستخدم انه لما نكون الشخص غطبان يستخدم هذا الى ديام او هذا المثل make my blood boil so هذا means angry or mad the news make my blood boil يعني الاخبار خلت دمي يفور وايضا اكو لعبة كرة القدم مرات تخلي بعض الاشخاص يفور دمهم لما يشوفون كرة القدم لعبة كرة القدم the rude women make my blood boil rude يعني rude women يعني المرأة الوقحة او المرأسية طبع make my blood boil تجعل دمي يفور او يغلي last one to stop someone in the back or be stopped in the back يعني stop معناها طعن stop معناها طعن طعن كأنه شخص يتعني من الخلف يتعني من الخلف يعني يتعني من الخلف هذا يرمز الى ان تتريد someone who trust you badly تعامل شخص انه عنده ثقة بك بس تعامله بشكل سيء badly سيء او مو جيد او احيانا يستخدم ان يكون الشخص يكذب فنقول he stopped me in the back يعني كذب كذب علي او دي يكذب هذا الشخص رح ناخذ مثال i felt like a stop in the back to hear that my friend was going out with my ex girlfriend شعرت انه كأنه طعنت من بظهري لما سمعت انه هذا صديقي going out يعني كأنه هو مصاحب او going out يعني طالع وي my ex girlfriend يعني شخص يعني كانت صديقتي هذه وهو عرفت انه اكون بيناتهم علاقة ففاردة فقصدي كأنه طعن طعني من بظهري i don't want to be abys friend anymore she stopped me in the back ما اريد اكون صديقة ابي اي بعد ابدا لانه طعنتني بالظهر اتمنى هاي الامثال عجبتكم وتحفوها وتستخدموها بالحياة اليومية اذا تحاولون انه تتكلمون بالانجليز او انتو في بلد اجنبي شكرا جزيلا يعني استيماعكم ومصاتكم مع السلامة